موسيقى 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 عزيزي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة من حكاوي الجنون موسيقى 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 نفسك موسيقى موسيقى وبني مصر الله علي لو سألتك أنت مصري تقول إيه تقول لي مصري ابني مصري وبني مصر الله علي قلها بأعلى سور وارفع رأسك لفور قلها بأعلى سور وارفع رأسك لفور أنا مصري وابويا مصري بسماري ولوني مصري أنا مصري وابويا مصري وقف الدني مصري وكل مصر الله علي وكل مصر الله علي وكل مصر الله علي أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة من البرنامج التي نقدمها لكم من داخل المنطقة الصناعية بقف ويسعدنا أن يقول لنا هذا اللقاء مع أحد المستثمرين في المنطقة الصناعية البشمهندس سياسي سليمان أحمد أهلا بك هنا أهلا وسهلا وأهلا بكم شرفتونا والله في الزيارة الكريمة بشمهندس سياسي لو كلمنا في البداية عن المنطقة الصناعية وكيف نعمل على جذب المستثمرين للاستثمار في منطقة جنوب الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم الأول فيها أنا كلام في نفسي أحب أقوله في البداية أنا عليش أجاوك على السؤال بتاعك نتكلم السيد الرئيس على أنه بعت لنا محافظ هو المحافظ الوحيد في تاريخ المحافظين كله من بداية نظام المحافظين السيد المحافظ أشرف الداودي إجابة على السؤال بداية النشاط بتاعي أنا بدأت نشاطي في المنطقة الصناعية منذ بداية كانت كلها ما فيه شل أنا اللي بأعمل ومصنع تاني اسمه غرصة باس فإحنا عملنا المطحم في البداية وبعد كده تركت المطحم وعملت والمصنع ده والساكوزة نعمل مركزات الفواكه والساكوزة طيب الساكوزة دي هو كائن بحري بر مائي ضار عايزين نتخلص منه في البحر وبيعانوا منه لأنه بيعطي لهم بيشبك في الشبكة وهو أرجل كبير كثيرة جداً فيشبط في الشبكة والصياد عايز يشد شد 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 متعطل فبرصينا لجينا إحنا عندنا مزارح سمكية على البحيرة فالصيادين برصينا لجيناهم عزفوا عن الشغل نسبياً كده ورحنا وزارة الزراعة وبرناهم يا جماعة في المشكلة كذا كذا فيه كائن بحري هو الاستاكوزة النيلي ده كائن ضار وبيعطينا عن شغلنا كذا عايزين احنا مقاومة لي ففيه واحد مهاز جزاء الله خير في وزارة الزراعة قالت لك وحل المشكلة دي في الصين لأنهم هما اللي بيأكلوا للكائن ده رحنا الصين قالوا لنا فيه ايه فيه مصنع للاستاكوزة النيلي ده في العاشر من رمضان الصينيين هو اللي وجهوا الحجي السين قالوا له ان فيه مصنع بصدر بصدر فروحنا على هناك على المصنع ثاني يوم جينا يعني احنا الصين عشان قعدنا 24 ساعة وطولة عشان ناخد السؤال ورجنا الاجابة بتاعته عندنا في مصر فروحنا لهم هنا في المصنع رحبوا بينا على اساس احنا رايحين لهم بواجهة بواجهة ايه بواجهة ان احنا هنشتري مونتاج من عنده كل انبسطوا فرقوا هو استقبال حلو وكلام مده لكن عرفوا ان احنا بنبسط كده شمال ويمين وكده عشان نلمح حاجة كده ثاني مرة رحنا لجينا ايه الترحاب والابتسامة محدودة من الفطور كده المهم خدنا قاعد نتنا ويجاوبوا على السؤال وسؤال لا وبعد كده همهم كله امتى انتوا هتشيلوا المنتج امتى هتاخدوا نقولوا ما احنا نعاليشم احنا اي كلام فبعد كده رحنا المرة التالتة طلعونا مرضيش يدخلونا خلاص عرفوا نويانا طب نعمل ايه قالونا روحوا هولندا لان المعدده هولندية رحنا هولندا ادونا القصة من اولها الاخير رحنا جينا هنا عملنا البتاعدة وعملنا المصنع ده الخط ده واشعنا بين السيادين انهم اللي بتصدوه اللي انتوا كرهين ومعطيكم هتوه لقدرتي ان بعض المصيادين بيجي يروح في الموطن على النيل بتاعة تجمعات بتاعة الاستكوزة النيل ويروح يصيدو كميات كبيرة ويجيبوها لنا ومن هنا بدأنا ايه بدأ يجي لنا بيجي لنا حي صاحي كميات كبيرة بيجي تكون ده الجينة صاحية هي بتقعد من 40 إلى 6 ساعات صاحي انا هنا يدخل جسم الفز اللي ماتت تسترميع اتدا من 4 إلى 6 ساعات بيجي صاحي صاحي طب عملية النقل بتاعنا ممكن ياخد فترة اطول حاسبين احنا مسافة من بتاع ما هو داريكت زي صاروخ جايلنا احنا من 4 إلى 6 ساعات من اسوأ المترجم للقناة 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 قال لي خاف المحافظ لما ينجع عندنا أنه ينتقل لمحافظة أكبر لأنه جاينا من رئيسة نفسها جاينا من حزن أنا لما تكلمت دلوقتي جاينا من السيس ليه لأنني كان في رئيسة كان نائب رئيس الديوان الجمهوري يبقى من اللي رسحوا لي هنا الرئيس الجمهورية وهو عارف مقدرته وعارف رجل وجاب لي نشكر السيسي أولا أنه جاب لنا واحد إحنا فقدينه من زمان من زمان من زمان فنرجو إن شاء الله يخليه معنا شوية كده مش خايفين لحس العامل التنقلات وكلام ذا نفتقد والله العظيم هنسعد حاج سيلو كلمنا عن دور مدير المنطقة الصناعية بخفط هنا هل متواجد أولا بأول مع المستثمرين دافع ليهم بيشجعهم على الستثمار سأقول لك أنا حاجة مدير المنطقة الصناعية لو رحت مكتبه مرقتهش تدور عليه في الشوارع المنطقة الصناعية هتلاقيه في أي شارع بيلف ويفتح دي وبيبص على دي وبيبص على دي دي من ناحية المتابعة واخد بالك والإنجاز ثاني حاجة فيه على الواتساب المجموعة وهو واحد منهم ويقول كذا كذا عمل كذا عمل كذا المسطورة ويخطوه بيقينها في متاهة جمال نحن نعمل ايه؟ نقول في المجموعة المسطورة عندي بتاعت المية تكسرت أبص على جيه يرد عليه في الحال في الحال سواء هو في العربية يقول جال الاتصال بتوع المية بعد كذا في حلول فورية في تواصل سريع بتوع المية وصلوا بردك برة تانية رسالة تانية المسؤولين عن المية وصلوا المسؤولين عن المية خلصوا تقول الكلمة وترتاح كنا الأول إحنا نقعد نستنى وما فيش حد جاء وهو كلام ده لا دركت الوقت أتغير ما هي المسألة مية عملية المتابعة بالنسبة لمدير المنطقة متواجدة أولا بأول في كل المصانع مية في المية مية في المية شادر الحق يعني نعم هل صاحب المصنع لما بيجيله مدير المنطقة الصناعية هل هو بيبقى مرتبك لك لأ ده نعيندي مخالفات هو جاي يتصيد ليه المخالفات ولا هو بيكون داعم للإستثمار المشجع ليه نعم دا مش عايز المستثمار يحد يتصيد ليه أي حاجة واخد بقى مش عايز هو وظيفته إنه المنطقة الصناعية دي بين يوم وليلة تكبر وتعلى وتكمل وكلام ماذا هي وظيفته داي إنه ما مش وظيفته يعني تقنص وكمين ومش عارفين لها واخد بقى لا راجل لأنه هو أول وآخر مهندس وابن البلد واخد بقى واصل بلدنا دايقة فالكل يعرف بعضه يعني تقول طب حيضر واد عمه واد خاله واد واد عمه دايقة البلد فتلاقيه باستمرار ينبه ولما يقول على حاجة مخالفة ما يقولهاش بطريقة يقول الموضوع الفنان يدريه بس وغطي ومشي وحل يعني قل جاء لعملية الإنذار الأول بننذركوا لكل هدفين خلفها ياريت نعالج المشكلة يقول لحن المركز عشان ما تتضرر لو سألتك أنت مصري تقول إيه إيه تقول لي مصري ابني مصري وابني مصر الله علي قولها بقال سور وارفع راسك لفور قولها بقال سور وارفع راسك لفور أنا مصري وأبويا مصري بسماري ولوني مصري أنا مصري وأبويا مصري موسيقى لو كلمنا هنا على العمالة حجم العمالة اللي شغال عند عددك في المصنع أنا حجم العمالة في الخطة الحالية بالوضع الموجود خمسين بنت فتاة وخمسين ولد يعني أنت عندك عدد العمالة مية لا، دهنا في خط السكوزة لكن البنت أنا ديتها يعني اهتمام خاص لأنه عنصر هادي ومنتج ومتحمل وكويت لا 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 مش بس راح يسرب سيارة راح الحمام يزوق شوية ولكن البنت هادية وحلوة وصادقة مع نفسها واخد بالت طيب إحنا بالنسبة للعمالة برضك يرجع إلى بننتقي العناصر الكويسة مش كل اللي بيجي لا ذات لا مثل السلوكيات مش كويسة وكلام منده لا ياب نروح تعمل لنا مشاكل هو اللي جابه لنفسه واخد بالت لحد ما يجي تستقر الوضع أي بصنع كده بينتقي لي بينتقي لعناصر الكويسة اللي ما لهاش حاجات ما كده لإلا أن يستقر الوضع يمشوا معنا على طول هل هنا في توفير السلامة بالنسبة للعملين داخل هذا المصنع أقول لك على حاجة بالنسبة للموضوع بالنسبة للسلامة جامت طفرة جميلة في الآونة الأخيرة بالاهتمام بالحاجات والسلامة العامل ومن الحريق ومن المكداو بكله جامت طفرة وخلو لها إدارة أمنة وسلامة العمال طلعت دية والدفاع المدني وتنخيص الغليات وشبكة مية عشان الحريق وشبكة عشان مكافحة الحريق بالمواد الكيموية وشغالية الدفاع المدني بشكل جاد جدا جدا وفاكر أنت في حريق في مكتب مدير التربية والتعليم كان قابلها بسبوع الدفاع المدني راح له الزابط اسمه مش عارف ناس قال له قال له لا ده قابلها بسبوع قال له يا فندم عايزين كذا 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 فما كان منه إلا أن قال له يعني يعني من ضمن اشتراضات المدينة لابد أن يكون فيه اشتراضات بدأنا باقي احنا كانت لأول أخطبيطة بدأنا شغالين حاليا احنا في ترخيص الغلاية عشان نوديها لهذه التعليمات خزان مية كبير تمديدات مواسير اتعاملت فقالوا لنا يعني امشوا كله جاء مع بعضهم وكله بمصاريف وتكاليف قال انتم ابدأوا بس هل هنا العاملين فيه دورات تدريبية للعاملين لإطلاعهم بكل ما هو جديد بالنسبة لعملية الصناعة عندنا احنا النشاط بتاني ينقسم إلى جزئين عامل عادي بتاع تنزيل وتعتيق وفتاعه وكلام منده هو اللي ينزل المنتج ويفرز المنتج وكلام منده فيه عامل فني ده اللي يحب سقل احنا عندنا عمال من هؤلاء ما تنشأ المصنع فنيين زي ما هما ما شاء الله بارك الله فيهم بيزدادوا إلى أن وصلوا إلى التب في الخطوط الانتاج بتاعتنا خلاص دول لكن في حاجة المصنع بتاعنا حديث جدا فما فيش جات حاجة أحدث منه فالواخدين عليه ماشي هما سبتين ومعروفين وتسهيله بسيط جدا حاجة سين هل العمال هنا فيه يعني نضروا سكن قريب ليهم بحيث للعمال بحيث متعملون من المنطقة ولا بختار العمال من نفس المنطقة من المنطقة وكل ها هم خلهم عملية النقل من المنزل دولة بنات بنجيب لهم عربيات تاخدهم وتوديهم والبنات بالذات لهم وضع خاص بنجيبهم والبنات بنجيبهم وردية وردية أولى بالنهار عشان أهديهم اللي أغش عليهم وإحنا برضك ما نحبش بناتنا إحنا من المنطقة برضك ما نحبش بناتنا وطباعنا وتقاليدنا تشتغل بالليل دي سلوكيات يعني لسه شوية هم جميع الخدمات هنا وكلها مكتملة لاخر المنطقة الصناعية فيه هتسأل مدير المنطقة الصناعية على ما أعتقد بالنسبة للعمل الصناعي بالنسبة للبنية التحتية هنا أنت مشيت وتجايب على بنية تحتية جديدة من صرف الصحي من مية من كهرباء من تليفونات من خزان المية الرئيسي وتكلف كذا 335 340 مليون 350 مليون كل هذه مكلفة تكاليف وبالنسبة أصلي بالنسبة للإنسان العادي نقول مثلا طيب واحد مثلا يقول أنا استفدت بإيه أنت استفدت بإني إذا ما تجددت شيء والشبكة بسعة أكبر وكلام أنت فيه مصنع مش هتتعمل مش هتتعمل وقفت وقفت أنا مثلا لسه عامل مصنع صنع طيب وقفت هيتأثر فيك أنت كمواطن ففي حاجات من وراء المواطن باتتعمل ملهاش أول ولا آخر مش حاسس بها هو لكن بسمعها في حتة تانية لكن اللي جاي هيتشوفها بعينه يعني هي تجديد الشبكة دية والبنية التحتية دي كلها بالتكاليف دي كله لمين؟ لا يا قد إحنا لصالح مين؟ لصالح الشعب واختبارك في نهاية بس من الشعب لما زي ما قلت لحظة تلك مصانع كتير هتتبيني عشان الشبكة كويسة وكلام من ده والكباسة يفتحها عليها مصانع كتير هتتبيني وتتعمل وتنتج لمين؟ للشعب حاج ياسين دايما بلاحظ في المناطق الصناعية من خلال زيارتنا بعض المناطق الصناعية بلاحظ بعد المستثمرين بعد ما يقيم المشروع عملية تعصر التعصر درجالي هل عدم دراسة الجدوى الكافية للمشروع عنصر من ضمن العناصر الموضوع ده حدث فيه ولا حرج ده بيكون واحد متقدم وخد قارض هو المية في المية لما انت تعمل المصنع بتاعك بفلوسك ده يبقى الزن ذاته ملاقة مش هتعصر دي نمرة واحد إذا هينشئ المشروع نمرة اثنين قبل ما ينشئ المشروع يسوقه يسوق المنتج إذا ما تسوقش المنتج نسوق قبل ما ينشئ المصنع يعني احنا دايما نعرف أن فكرة التسويق بعد التصنيع يعني الحاج ياسين يا بوكلاء هننسوق الأول لا نسوق الأول ليه؟ أنا دلوقتي عارف إيه ما أجيش أمتج مثلا إيه مصنع ما كورونا متحديث جدا ولا مش عارفه والكلام هذا ويجي ما لقيش مشتري غالي يبقى عاملوا ليه؟ وبرنامت أنا في الغطة عصرت حالة هذا المستثمين اللي يسمعنا هقول لك الحاج ياسين يعني عمل المشروع لا يستهدف السوق المحلي ولكن يستهدف إيه؟ الاستيراد أو السوق الأوروبي وإذا كده جبت الدولارات هتدخل فين؟ خزنة الدولة خزنة الدولة خزنة الدولة صالح مين؟ صالح الشعب الشعب كله فقير وغني وهو كلام هذا الشعب كله هي دي بل بالعكس أني أنا لما أجيب دولارات ودي يجيب دولارات ودي يجيب دولارات نستطيع أن نتوسح في الشرا والاستيراد وهو كلام من ده عشان من الدولارات دي وبعد كده نسد فراغ نعمل حاجات ثانية كتير موسيقى 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 أعزائي المشاهدين إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة على وعد باللقاء في حلقة أخرى من حكاو الجناوي شكرا لكم وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى